موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم معنا في أخبار الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي والبداية بأبرز العنوين موسيقى رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده موسيقى قمة النيتو تنطلق في فيرلنوس لمناقشة ملفات أبرزها بحث عضويتي أوكرانيا والسويد وتجديد الدعم لكييف والكريم لن يؤكد متابعة القمة عن كثب موسيقى أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أخنى خوريل سوخ رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس أخنى خوريل سوخ وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان برقية تهنئة ممثلتين إلى معالي لفصان نامس رييس وزراء منغوليا بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى فخامة كارلوس فيلانوفا رئيس جمهورية ساتومي وبرينسيت الديمقراطية تضمنت دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية في شأن تغير المناخ كوب 28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي من 30 من نوفمبر وحتى 12 من ديسمبر المقبل نقف الآن مشاهدين عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نبدأ من أبرز التطورات الميدانية حيث أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف شن القوات الروسية هجوما بطائرات مسيرة طراز شاهد إيرانية الصنع على العاصمة الأوكرانية وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرهي بوبكو إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأهداف وأداف بوبكو أن طائرات المسيرة الإيرانية الصنع انطلقت من الاتجاه الجنوبي على الأرجح من منطقة كراسونداركري الروسية على حد قوله كما أكد المسؤول الأوكراني تدمير جميع الأهداف الجوية التي كانت تحلق باتجاه كييف هذا وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده وحلف شمال الأطلسي سيصدران وثيقة تعاون أمني جديد فيما تنطلق اليوم قمة الحلف في لتوانيا وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كيشيدا قوله للصحفيين قبل مغادرته توكيو لحضور قمة النيتو إنه حريص على استغلال القمة كفرصة لإعادة تأكيد تعاون مع الدول ذات تفكير المماثل لدعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على القواعد بحسب وصفه وقالت مصادر حكومية إن من المتوقع أن يصدر كيشيدا والأمين العام للحلف شمال الأطلسي النيتو يانسي ستولتنبرغ الوثيقة الجديدة التي ستركز على تعزيز التعاون بين اليابان والحلف في مجالات مثل الأمن البحري وتعامل مع المعلومات المضللة والفضاء الخارجي هذا ويجتمع قادة دول حلف النيتو في فيلونوس لبحث العديد من التحديات وعلى رأسها انضمام أوكرانيا والسويد للحلف حيث طالب الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي الحصول على إشارة واضحة في شأن انضمام بلاده إلى التكتل العسكري فيما أعطى الرئيس التركي الضوء الأخضر لانضمام السويد ملفات متشابكة ومعقدة تطرح على طويلة المفاوضات خلال قمة حلف شمال الأطلس التي تعقد اليوم في العاصمة الليتوانية فيلونوس حيث يطغى ملف انضمام أوكرانيا والسويد للحلف على رأس المناقشات فبالنسبة للسويد وبعد تعطل دام لأكثر من سنة لانضمامها أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقبيل انعقاد القمة بساعات الضوء الأخضر لسوكولم لانضمامها للحلف مؤكدا أنه سيتم إحالة طلب السويد للبرلمان التركي الموافقة التركية التي جاءت بعد مفاوضات طويلة هثارت ردود فعل واسعة حيث رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلك الأمر وأكد استعداده لعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية كما اعتبر الأمين العام للحلف يانسي سولتنبرغ أن يتمام مسعى انضمام السوكولم للناتو خطوة تاريخية رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أعرب بدوره عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد الاتفاق على أعلان مشترك مع أردوغان وستولتنبرغ أما بالنسبة لعضوية أوكرانيا فيختلف المشهد يزداد تعقيدا مع استمرار مساعي كييف بضرورة نيل العضوية وهو ما أكدته تصريحات الرئيس فولودمير زلينيسكي أمس معبرا عن آماله بأن تتمخض القمة عن طريقة تنضم كييف من خلالها رسميا إلى الحلف فيما أشار سولتنبرغ أن على الدول الأعضاء الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف حتى يتسنى لها أن تصبح عضوا مستقبلا وتصطدم تلك الآمال الأوكرانية بموقف أمريكي يبدو متحفظا حيث أشار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان إلى أن الحلف سيحدد مسار إصلاح لأوكرانيا لكن من دون تحديد جدول زمني لذلك فيما ومازالت ألمانيا متمسكة بموقفها مؤكدة الاستعداد لاستخدام قمة فلنيوس لحض الحلفاء على التركيز على الضمانات الأمنية بدلا من مقترح العضوية هذا وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى تقديم مقترح مشترك لإنشاء إطار عمل لدعم أوكرانيا عسكريا ضمن الضمانات الأمنية التي ستحصل عليها أوكرانيا في خطوة قد تساعد على إبعاد الانضمام للتكتل ولو لمدة قصيرة في المقابل أكد الكريملين اليوم متابعته عن كثب قمة حلف النيتو في فيلونوس مناددا بطابع قوي مناهض لروسيا لهذا الاجتماع الذي يتوقع أن يقدم ضمانات إلى أوكرانيا في شأن تموحاتها الأطلسية وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إنه من دون لبس فأن القمة ذات طابع مناهض لروسيا تم تعبير عنه بقوة على حد وصفه كما وأشار بيسكوف إلى أن انضمام السويد إلى النيتو سيكون له تداعيات سلبية على أمن روسيا مضيفة أن روسيا ستتخذ إجراءات مقررة ومخططة لها ردا على ذلك إذن مشاهدين للحديث أكثر عن قمة النيتو وتفاصيلها وكل ما جاء فيها من تصريحات حتى هذه اللحظة أنتقل مباشرة عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن سلامة دكتور حسن مساء الخير وأهلا بك معنا قمة يعول عليها الكثير وجميع الأنظار تتجه إليها بيان رسمي سوف يعلن اليوم حول تفاصيل انضمام أوكرانيا للحلف موضوع أساسي ومهم لهذه القمة كيف تقرأ المؤشرات وكل التصريح التي خرجت من فيلونس حتى هذه اللحظة مساء الخير ميرنا شكرا على الاستضافة أتصور أن هناك حالة من الترقب العالمي لهذه القمة التي تعقد بالمناسبة على بعد 30 كم من بيلاروسيا من روسيا البيضاء التي هي الحليف الرئيسي لموسكو تعقد في العاصمة الاتوانية وتبعث برسالة تضامن وتحدي أيضا لموسكو بأن الغرب يساند أوكرانيا ويدعمها في هذا الصراع الدائر منذ 15 شهرا أتصور أن الملف الأبرز كما نعلم هو مسألة عضوية أوكرانيا داخل الحلف وهي المسألة التي أججت بالمناسبة الصراع بين موسكو وبين أوكرانيا باعتباره يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي الرئيس بايدن يمكن أدلى ببعض التصريحات قبيل نعقاد هذه القمة أشار فيها لأن الوقت لم يحن بعد لانضمام أوكرانيا لتصبح عضوا كامل العضوية في أوكرانيا لأن هذا الأمر بالتالي سوف يؤدي إلى حالة من حالات العداء المباشر والتحدي المباشر مع روسيا وهو ما لا يرغبه الغرب حتى اللحظة الراهنة ربما تكون هناك بعض السيناريوهات الأخرى مثل تقديم ضمانات أمنية أو تقديم دعم اقتصادي غير مسبوك لأوكرانيا أو إنشاء بعض الكائنات على غرار مجلس النيتو وأوكرانيا ما هي هذه الضمانات الأمنية؟ يعني الكل اليوم مثل ما ذكرت كان تصريحات بايدن واضحة حول عدم رؤية الولايات المتحدة لأوكرانيا في النيتو أثناء الآن محاربتها روسيا ولكن اليوم عندما نتحدث عن خطة طريق هذا ما تم الحديث عنه وأيضا نتحدث عن ضمانات أمنية ما هي هذه الضمانات؟ يعني أتصور أن الضمانات الأمنية قد تأخذ أكثر من شكل أولا وضع سيناريو للرد على أي هجوم محتمل سواء من موسكو أو من ما اعتبرته الولايات المتحدة والغرب المنظمات الإرهابية باعتبار أن هذا السيناريو المستقبلي أساسي لحماية أمن أوكرانيا الأمر الثاني هو تقديم مزيد من الأسلحة وخصوصا أن هناك اتفاق بين دول الحلف على رفع يعني إنفاقها العسكري إلى ما يزيد عن 2% من الناتج القومي الإجمالي لها وده يمثل دعم كبير جدا لأوكرانيا يعني لعلك تتابعين مع إمارنا أننا بدأنا بالأسلحة الدفاعية التي كان يقدمها الغرب لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي ثم وصلنا إلى القنابل العنقودية التي يعني الآن محل خلاف كبير حتى داخل الإدارة الأمريكية لتأثيراتها المباشرة ليس على العسكريين فقط ولكن أيضا على المدنيين وأيضا هناك ما يأخذ صورة التعاون في صورة كيان كما قلت مجلس الناتو وأوكرانيا الذي يقدم بعض الاتفاقيات العسكرية وبعض أيضا المساعدات الاقتصادية لمساندة أوكرانيا في هذا الصراع في المقابل دكتور يعني روسيا لن تسكت لن تقف مكتوفة الأيدي حول هذه التطورات خاصة أن أوكرانيا لديها أكبر حدود مع روسيا بيسكوف تحدث عن إجراءات مقرر ومخطط لها سابقا إلى ماذا يشير برأيك؟ يعني أنا أتصور أن المسألة ستأخذ شكلين الشكل الأول هو مزيد من الضغط على أوكرانيا وبالتالي الضغط على الغرب تتحدث هنا عن الضغط العسكري؟ الضغط العسكري طبعا الضغط العسكري على أوكرانيا وعلى الغرب وصولا إلى مسألة التفاوض لأن هناك بعض الأمور التي تسري بأنه احتمال تقترب من مسألة المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بين روسيا وبين أوكرانيا أو بين روسيا وبين الغرب المسألة الأخرى أيضا التلويح من جانب روسيا بنشر أسلحة نووية تيكتيكية في روسيا البيضاء وهو ما يمثل تهديد مباشر لأمن الحلف ولأمن الغرب بأسره لعلك معي بأن هذه التطورات المتلاحقة سوف تؤثر مستقبلا على شكل النظام الأمني العالمي سؤال أخير حول أيضا نقطة مهمة جدا وتطور أيضا مفاجئ وهو موافقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو هل برأيك تركيا الرابح الأكبر في هذه الخطوة خاصة بعد على ما يبدو أنها حصلت على مطالبها بخصوص صفقة الأف 16 من الولايات المتحدة وأيضا هناك حديث اليوم أو يعود الحديث مجددا حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أتصور أن الموافقة على عضوية السويد من جانب تركيا كان وراءها صفقة كبيرة جدا يعني لأن أولا أردوغان أشار إلى أن الكلمة الفاصلة هي لمجلس النواب أو للبرلمان التركي في المصادقة على انضمام السويد إلى عضوية حلف الأطلنطي الأمر الثاني الحقيقة الحصول على المطالب التركية وأبرزها هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني تركيا منذ سنوات تسعى للدخول إلى هذا التكتل الأوروبي لتحقيق استفادة اقتصادية واستفادة سياسية كبيرة هناك تصريحات بأن هناك مشاورات حقيقية وجادة بين الرئيس الأمريكي بايدن وبين أردوغان للسير في هذا الاتجاه لفتح الباب أمام دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل موافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف الأطلنطي شكرا لك انتهى وقتنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن سلاما شكرا جزيلا لك دكتور مشاهدين هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير بعد موافقة الكنيسة الإسرائيلي مبدئيا على مشروع قانون للمحكمة العليا تجدد الاحتجاجات في إسرائيل مع أغلاق الطرق سريعة في عدة مناطق مشاهدين أهلا بكم من جديد قبل مواصلة هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عنوينها رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده قمة النيتو تنطلق في فيلونوس لمناقشة ملفات أبرزها بحث عضويتي أوكرانيا وسويد وتجديد الدعم لكييف والكريملين يؤكد متابعة القمة عن كثب أهلا بكم من جديد قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندربرغ إن خطوات مهمة وإيجابية اتخذت منذ أكثر من عام لتقليل العنف في اليمن وتحسين حياة اليمنيين وحدد المبعوث الخاص لليمن ثلاثة عناصر أساسية لإنهاء الصراع وتوصل لسلام دائم وعادل ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة فأن أول هذه النقاط هي أن تتوقف الأطراف فورا عن الاستفزازات العسكرية وتستعد لوقف دائم لإطلاق النار يشمل جميع أنحاء البلاد وأن توافق عليه أما ثاني العناصر أن تعمل الأطراف على تخفيض التصعيد الاقتصادي وثالثا أن تلبي الاحتياجات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل وأضاف المسؤول الأممي أن على الأطراف أن تحقق تقدما على الصعيد الموافقة على تمهيد الطريق لاستئناف عملية سياسية يمنية برعاية الأمم المتحدة أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم توجه الرئيس محمود عباس إلى جنين غدا وذلك بعد أسبوع من عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي وصفت بالأعنف منذ عشرين عاما وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينا في بيان بأن عباس سيتوجه يوم غدا إلى مدينة جنين ومخيمها وذلك للاطلاع على أحوال المواطنين وعلى سير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة هذا وانطلقت اليوم في إسرائيل احتجاجات على مستوى البلاد ضد الخطة الحكومية لإصلاح القضاء وأفدت تقارير عالمية بأن المتظاهرين أغلقوا في وقت مبكر من صباح اليوم عدة طرق سريعة رئيسية في أنحاء البلاد مؤقتا ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاجية وقال المنظمون أنه قد تمت تخطيط لتنظيم تجمعات أخرى طوال اليوم كما يعتزم آلاف الإسرائيليين تجمع بعد ظهر اليوم في مطار بنغوريون الدولي الواقعي بالقرب من تل أبيب يأتي ذلك بعدما منح الكنيسة الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو مجرددا بعدما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون ويهيمن الاتلاف الحاكم على 64 من أصل 120 مقعدا في الكنيسة هذا وفاز في التصويت الأول من بين ثلاث عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد رفضت السلطة الفلسطينية شروط إسرائيل التي طالبت بها الأخيرة مقابل تقديم تسهيلات يمكن لها إنقاذ سلطة الفلسطينية من الانهيار في وقت قلل فيه خبراء في الشأن الإسرائيلي من شأن هذه التسهيلات التي يوجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نيتنياهو للمجتمع الدولي أكثر منها للفلسطينيين بالرض والاستهجام قابل الفلسطينيون اشتراطات حكومة بن يمين نيتنياهو لتقديم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة مالية وسياسية خانقة هذه الاشتراطات تمثلت في تعليق السلطة لأنشطتها ضد إسرائيل في الساعة الدولية وتحديدا الجنايات الدولية ووقف التحريض في المناهج الفلسطينية والامتناع عن دفع رواتب لأهالي الشهداء والأسرى مع وقف البناء في المناطق المصنفة جيم أمر استهجنه الفلسطينيون وطالبوا بإنهاء الاحتلال عند الحديث عن إعادة الأموال مشروطة بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه أسر الشهداء والأسرى لن يتم أيضا لكن الحكومة الإسرائيلية التي تعلم رفض السلطة الفلسطينية لشروطها مسبقا حاولت من خلال مبادرتها هذه كما يقول مراقبون تحسين صورتها على المستوى الدولي أكثر من جديتها في تطبيق ما تحدثت عنه من مبادرات كإدخال تحسينات على المعابر والسماح بمباشرة العمل في حقل الغازي قبال تشواطئ غزة ومنح السلطة بعض الامتيازات التي لا تتطلب قرارا من الحكومة الإسرائيلية هي ليست موجهة للفلسطينيين وإنما للخارج، للإتحاد الأوروبي، للدول الغربية، للولايات المتحدة أنه يريد مساعدة الشعب الفلسطيني لكن أنا على قناع أن هذا كله كذب هو يريد فقط أن تفتح أبواب هذه الدول أمامه من خلال الشعب الفلسطيني غير أن بحث إسرائيل عن خطوات لدعم السلطة الفلسطينية جاء بعد تحذيرات أمنية إسرائيلية من خطر انهيار السلطة أما ما سيتم اتخذه في ظل معارضة وزراء في الحكومة الإسرائيلية فإنه لن يتعدى بعض الخطوات المتعلقة بالوضع المدني الحياتي للفلسطينيين إسرائيل تريد للفلسطينيين سلطة بلا سلطة كما يقول مراقبون فهي تريد كيانا تلقي عليه اللوم من كل حين ويحمل عنها ثقل إدارة شؤون الناس دون القبول بأي شكل من أشكال ولادة دولة لهم وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يطالبون بإزالة الاحتلال لقنوات أبوظبي ماجد سعيد رام الله في لبنان أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناجيب ميقاتي استعداد بلاده لترسيم كامل للحدود الجنوبية مع إسرائيل وقال ميقاتي في تصريح صحفي أن حكومته تسعى جاهدة لحل قضية الخيم ديبلوماسيا وتعتبر أن بلدة الغجر اللبنانية باعتراف الأمم المتحدة وأضاف أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بالاستعدادات للقيام بالترسيم الكامل لكل الحدود الجنوبية وفق ما نشرته الصحيفة اليوم تدخلت أمس توترات الحدود الجنوبية دائرة الاتصالات الديبلوماسية برعاية الأمم المتحدة وتولتها مع الجانب اللبناني قيادة قوات التوارئ العامة في الجنوب يونيفل وأيضا في الشأن اللبناني حيث يبدأ العد العكسي لانتهاء ولاية حاكم مصر في لبنان رياض سليمي وذلك من دون أن يحسم بعض مصير خلفه في ظل الخلافة السياسي حول السيناريو الواجب السير به فيما تعاني البلاد من شغور في سدة الرئاسة الأولى في الحادي والثلاثين من شهر تموز يوليو تنتهي ولاية حاكم المصر في المركزي لا رئيس للجمهورية ولا حكومة ليوقعا على مرسوم تعيين حاكم جديد وبالتالي يتولى نائب الحاكم الأول جميع صلاحياته بحسب قانون النقد والتسليف وهو وسيم منصوري فيما تشن قوى سياسية مسيحية وخاصة المارونية حملة على رئاسة الحكومة وتعتبر جلسات مجلس الوزراء غير دستورية مما يعيق تعيين حاكم جديد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجي بيقاتي لفت إلى أنه ليس في وارد طلب التمديد لسلامه وعزم وقفه بأنه لا يريد أن يعمق الشرخ بين اللبنانيين حتى لو رحل الحاكم المنظومة نفسها هي باقية وبالتالي هناك استمرار أمر واقع للسياسة الموضوعة على الأقل لمرحلة ما بعد الأزمة سليم الذي تبوأ منصبه عام 1993 ومددت ولايته أربع مرات بحقه مذكر التوقيف دولية ودعاوى قضائية داخلية وخارجية الرياض سلامي اليوم هو قيد المحاسبة والمساءلة سواء كان في حاكمية مصرف لبنان أو خارج حاكمية مصرف لبنان لأن الملفات القضائية الأوروبية أيضا باتت متداخلة مع الملف اللبناني وهي اليوم مسار التحقيق ومتابعة من كل الجهات الداخلية والخارجية ومع تعذر تعيين حاكم جديد يأتي تهديد نواب الحاكم الأربع بالاستقالة الجماعية ليزيد من تعقيد الأزمة لافتين إلى أنهم لا يريدون تحمل تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية مع اقتراب موعد مغادرة رياض سليم لمنصبه يدخل لبنان مرحلة التحديات لأن أي شخصية ستخلف سلامه ستصطدم بكم من هائل من العقبات المرتبطة بإعادة هيكلات السياسة الإدارية والتشريعية والمالية للمصرف المركزي لمركز أخبار قنوات أبو ضبي غيدا جبيلي بيروت في أخبار أخرى أظهر طلب قدمه محمو الرئيس الأمريكي السابق أن دونالد ترامب ومساعده طلب من محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في قضية تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه وإلغاء الموعد المقرر لها وكان ممثل الادعاء طلب بالفعل من القاضية ألن كانن تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد وعلى الرغم من ذلك قال محامو ترامب في طلب قدمه في وقت متأخر مساء أمس أن موعد ديسمبر لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد واصفين الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه غير واقعي مشاهدين قبل الختم هذه نظرة على أغلاق أسواق المال الإماراتية وأسعار المعادن والسلع والعملات في آخر جلسة التدول ترجمة نانسي قنقر مشاهدين ختم نشرة الثالثة شكرا على حسن متابعتكم ألقاكم في السادسة دائما في أمان الله موسيقى 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 موسيقى